مشاهدين الكرام ومشاهدي تين تيفي اهلا وسهلا بكم من داخل البرلمان المصري هنا القاعة الرئيسية بمجلس النواب هذه القاعة التي تستعد لاستقبال النواب الجدد الذين تم انتخابهم من الشعب المصري ليكون لهم الدور الرقابي والتشريعية هؤلاء النواب الذين بدأوا منذ الامس وعلى مدار اليوم وعلى مدار الايام البقبلة في استقبال الحقائب البرلمانية والكرنيء الخاص بمجلس النواب وسط تيسيرات وتسهيلات من قبل الامانة العامة لمجلس النواب وتقديم كل الدعم والمساعدة والتيسير لهؤلاء النواب للقيام بدورهم البرلمانية على هامش ذلك التقي مع سيدة المسشار محمود فوزي الامين عام لمجلس النواب المصري سيادة المسشار بداية اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا وبنرحب بحضراتكم في مجلس النواب اهلا وسهلا بسياداتكم مفهنة بداية ما الذي تم تقديمه من اجراءات لمساعدة السادة النواب في المرحلة الاولى واولى الخطوات في البرلمانية بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل فصل تشريعي بيتم استقبال السادة النواب لاتمام اجراءات اصدار بطاقات العضوية واستلام بعض الادوات الاساسية طبعا للظروف اللي بتمر بيها البلاد وبيمر بيها العالم وانتشار فيروس كورونا اه الامانة العامة لمجلس النواب وضعت خطة تضمن التباعد وتضمن يعني عدم التزاحم ويبقى في يعني راحة كده في استخراج البطاقات العضوية فقلنا ان احنا هنقسم السادة النواب على ست ايام تلات ايام للقائمة وتلات ايام للنظام الفردي بالفعل امبارح شرفنا ونورنا نواب قيمة القاهرة ويعني معظم البطاقات العضوية تم استلامها النهاردة يشرفنا بالحضور قيمة الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد بواقع ميت نائب اه الحمد لله يعني احنا نجحنا ان احنا نطبع ونجعل البطاقات العضوية جاهزة قبل وصول النائب وده وفر وقت كتير علشان النائب يعني حييجي بيملى استمارة بيتم تفريغ الاستمارة بيتم التصوير بيتم طباعة الكرنية الحقيقة دي عملية هي دي اللي كانت بتتم في الماضي ولكن كانت بتستهلك وقت الحقيقة كلامة ما عادش موجود اه يعني الاحزاب السياسية ساعدتنا من خلال يعني مكاتبها واماناتها الحقيقة وده سهل كتير علينا في استخراج الكرنهات قبل ما يبقى النائب موجود فبالتالي النائب بييجي بيتعرف على زملائه وبيستلم الحاجات بتاعته في اقل وقت ممكن ويعني بيعني الحمد لله الدنيا افضل يعني بمزيد من المشاهد الحضارية رصدنا طرقات مجلس النواب حتى القاع الرئيسية حتى متحف مجلس النواب يبدو ان هناك اجراءات حضرية اكثر يتم اتخاذها اه يوما بعد يوم ليكون هذا البرلمان كما هو دائما على قدر وقيمة التاريخ المصري والله هو البرلمان مؤسسة قديمة احنا دولة يعني مية خمسة وخمسين سنة حياة برلمانية مؤسسة عريقة طبعا يعني واليوم ده بيتكرر مرة كل خمس سنوات فاحنا بنبقى حريصين على ان هو يبقى يوم يعني احتفالي يترك انطباع جيد عند السادة الزوار وعن السادة النواب خصوصا النواب الجدد القاعة الرئيسة مفتوحة زي ما سيادتك شايف والمتحف مفتوح وتوجد ارشادات ويعني طبعا احنا بنقدم كل الدعم وكل التسير لسادة النواب علشان اليوم يبقى يوم كويس بالنسبة يبدو ان هذه القاعة الرئاسية لمجلس النواب ستشهد مزيد من التنوع السياسي خلال دور الانعقاد المقبل ما بين مختلف القوى السياسية كيف ترى اهمية ذلك مع المستشار احنا بالفعل امام برلمان يعني متنوع وبرلمان مختلف عن البرلمان السابق يغلب عليه الطابع الحزبي بمعنى احنا مبدئيا كده البرلمان في الفصل التشريعي الاول كان بيغلب عليه المستقلين كان نسبة المستقلين نسبة كبيرة المرة دي من واقع الاعضاء المنتخبين احنا عندنا 472 عضو حزبي و93 فقط من المستقلين البرلمان الذي يتكون من اعضاء حزبيين من الناحية السياسية بيبقى برلمان اكثر تماسكا واتخاذ القرارات فيه بيبقى ايسر واسرع علشان الترتيب والتنسيق بيبقى مع قيادات وقادة الكتل السياسية والاحزاب السياسية فبيبقى القرار اسهل غير لما يعني حتى كان فيه كلمة كده بتتقال في الفصل التشريع الاول وهي كلمة يعني حقيقية الى حد كبير يعني خصوصا في بداياته يعني ان احنا كنا امام يعني كل نائب مستقل بمسابة حزب فالحمد لله يعني دي مسألة وده بيحصل مع تطور الممرسة السياسية يعني ده بيحصل مع تطور الممرسة السياسية بتوجه الحدرك بخلص شكرا شكرا جزيلا حدرك فان شرفتونا ونورتونا واهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا حدرك اذا مشاهدين الكرام كان هذا لقاء خاص مع السيدة المسشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب المصري من داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب المصري ختاما اشكر لكم طبا المتابعة في امان الله